المشهد السياسي يوم منيح ويوم قبيح لك لا لا هالمرة غي هالمرة القبيح طاغي على المشهد السياسي المشهد السياسي طبعا ما شاء الله عليك كيف ناصر قنديل معه لعم في عيونه ما هوني المشكلة اسمع شو مبارحة قال حكي حسيت انه الدنيا سودت بعيوني قسما بالله خيشو اسمع تقل قال بده دولة ديمقراطية علمانية بسوريا عمني شو المشكلة يعني لعم ولك كيف شو المشكلة ديمقراطية وعلمانية مرة واحدة لعم شو بيبقى لنا اول شي مين نحن لعم تاني شي الديمقراطية والعلمانية شي حلو ولك اي شي غير هالوضاع كيس لعم ولك نحن مين نحن نحن اللي منحبه لسيادته كيف بدنا ديمقراطية ها بتزبط سألني كيف ولك سألتك قل لي كيف ها ها سألتني كيف الديمقراطية يا روح بيك يعني انه فيه امكاني لا سمح الله انه الواحد يحكي بالعاطل على سيادته ايه نطور شوي ونحن نسكت ونبتسين ونقول هاي حريت رأي اتخيل على هاله المصيبة ولا لا بجد مصيبة يعني افينا نمزع وكف نشق هناك ونلاحق اهله وسلسفيل اهله باتاتا نعفيتك شايف بالله شايف على هالوضاع مانه مصيبة لك بس كيف يعني طلع هالحاكي من ناصر قنديل ما هو مع الوطن وقائد الوطن يعني معقولة بالله بالله العظيم ابزل اللي عليك بحرف اسمعته بديني هول ديناتي اللي بدنيا كلهم الدوت لك حتى حتى انت ولا قنديل ايه سيدي قليه يحكي القيادي من نمست النائرة يا قنديل القيادي ابتسمع لهيك اشكال والحشلة هو قدام الاشباح تشبه بس عين ايه شو بده العلماني كيسي ما هي ايه كيسي كيسي بس ليك شو لما العلماني بتجتمع مع الديمقراطية بتصير مصيبة عرفت كيف ايه يعني السمك طيب اي والحليب كمان طيب بس اتنين مع بعضين نصيبي ايه فهمت عليك لكا بس ترا في دراسات جديدة بتقول انه موضوع السمك مع الحليب اشاعة ومنها صحيحة شو 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 قلت شو قلت مرة تانية بقلا ايه في دراسات جديدة بتقول انه موضوع السمك مع الحليب اشاعة منها صحيحة ايه لا سيدي صحيحة ونص بيشرفك لا تقعد تفلسف الامور وتمنطق لياها وتعمل لي حالك عالم زرة نطور شوي اسماء ما قل لك ممنيحة يعني ممنيحة امرك سيدي هي لعن بي الحليب على بي السمك ممنيحة لا سيدي ما انه ممنيح سب الحليب قد ابدك بس انك تجيب سيرة السمك بالعطي لا هول من عنا فهمتلك حيوان اشتركوا في القناة